السلام عليكم خوطنا في كل مكان تحياتي لكم إنما كنتم والسلام عليكم الفيديو تالي يوم خوتي سيكون عفوي الفيديو تالي يوم لا تكون فيه لا كاتس لا إديتينج لو أردو أنك يساعدني من ناحية المونتاج نتكلمون فيها على بعض النقاط فيما يخص صناعة المحتوى السوشيل ميديا والخطورة تحت ضريبة تحت كما نقول واذا سترى مستقبلا في القناة كيف نتعامل مع سبونسورينج والريفيوز إلى غير ذلك من الأمور يعني ما نباليش الفيديو وشعل غد يكون فيه بكل صراحة قادر يكون فيه عشر دقائق قادر يكون فيه نص ساعة على حسب الكلام اللي غد ينتكلموني أول حاجة نخص بالدعاء لخوطنا في فلسطين وبالأخص في غزة ربي يصبرهم على المعاناة اللي هم يعيشوا فيها حاليا وربي يكون في عونهم وينصرهم على العداء تهم إن شاء الله لذلك ما تنساش خوطك بدعوة نقولولي الفيديو تالي شخصيا أنا موالف خوتي تقريبا كل الفيديو يكونوا سكريبتد معلها مكتوبين ملآل الزاد السلام عليكم حتى شكرا لمتابعتك لهذا الفيديو لكن حاليا سيكون عفوي إذا كنتكلم على بعض النقاط لأني كتبوا هذه النقاط نقاط بسيطة برك باش نعرف روحي وراني بس كنتكلم بطريقة عفوية مرات تنسى بعض الأمور على بها نفضل باش يكون الفيديو سكريبتد منظم ومؤخرا إذا لاحظتوا هذا الأمر بديت نركز على الكواليتي بشكل غير طبيعي يعني كنت قارنوا آخر ربع فيديوهات مع الفيديوهات الأولى هذي تشوفوا فرق كنت لاحظوا عن قرب كل ثانيتين إلى ثلاثة ثانواني كان كات وهذا أمر متعب خوتي بصورة غير طبيعية ما توقحهاش أخوالي أزيزي تخيل معي أنتو ندير شوت تعمشهد في عشرين دقيقة أن نوجد له ونصور فيه باش يبان دو سيكون في الفيديو وانك عبيها تعيي بزاف على بها القرار اللي اتخذت أخوتي باش يكون فيديو شهري ولا على الأقل كل خمسة عشر يوم كان فيديو خضر كنت تلاحظوا حاليا في القناة ما بين كل فيديو وفيديو كان شهر وهذه مدة طويلة لكن هدا ريسك ولا قرار فيه خطر للتخطة تخيل معي أنه راني حاليا as a full time content creator يعني مركز كامل وقتي على صناعة المحتوى وعلى بعض الأمور اللي غادي نتكرها لاحقا تخيل معي تريسكي يقع صوال حك على فيديو واحد في الشهر تخيل معي الأمر قادر ما يطلعش ولكم عارفين بليد تاك في شمال إفريقيا بصفة عامة ولحتى في العالم العربي ما هوش بالمحتوى اللي يكون أكثر مشاهده باش نكونوا صريحين خوتي بسك كون تقارن محتوى تاك والمحتوى تاك والهاردور تقني كل ما يتعلق بهذه الأمور وتقارنها مع محتوى رائج عام عامة اللي تشوف فرق كبير هذه الأخر تشوفها يدور في مئات الآلاف من المشاهدات وتشوف المحتوى التقني يدور في الآلاف برك ما بين سبعة آلاف عشرين ألف حتى تروح تشوف أكبر قناة عربية تاك اللي ربما يكون عنده أكثر من مليون مشترك وتلقى المشاهدتها محصورة ما بين ثلاثين ألف ستين ألف مشاهده يعني تشوف هادي كون تدير الرشاة غادي تشوفهم وهذه هي خطورة السوشيال ميديا خوتي ضريبة لندفعوها احنا كصناع محتوى ما يغرقش أخويل عزيز تشوف الناس هاكا عندهم صوالح وكده ستوديو تور يوريلك صوالحة وكده ومناو لكن أنت ومارك تشوف وراء الخفاه والأزيز ممكن نتمنى تشوف الصورة ولا تشوف المشهد من منظور مختلف لأنه حقيقة هاد الأمور ما تقدرش تفهمها حتى تدخل فيها على بها أنا حابة نمت نصيحة لكل واحد ريخمم بش يبدأ في صناعة المحتوى خاصة تخمم فيها مرتين تنك تويس قبل ما تدي سيدي لأنه الأمر مختلف ويعتمد على المجال اللي غادي تديه قادر تصدقلك في مجال عام لكن كنت تبدأ في مجال تقاني ولا تقيمين ولا تقع انترتيمنت خاصك تبدأ المجهود أكبر بعشرة مرات اللي يبدلها مثلاً محتوى تعامل بس كنا نحكي على روحي ديت ريسك إمارجيني أنا ننكري كونتنت منذ سنة 2016 يعني من 2016 يعني حوالي 8 سنوات 7 سنين ونص تقريباً تخيل معي أنه في 2020 تخرست وديت الماستر ديقري التاعي فالمجال التاعي ريزويت إليكم كنت قادر مثلاً نحوص على خدمة تتعلق بهذا المجال هذا أصلاً ريسك التخطة باش منتبعش المجال الدراسي التاعي وندي المجال اللي ناسبني أنا شخصياً ألا هو التاك وصناعة المحتوى إلى غير ذلك دونك على بيرني نقول لك نصيحة قبل ما تخمم باش تدخل في هذا المجال تتكلم خاصك تعرف كان ضريبة كان ضريبة في السوشيال ميديا والضريبة أنا هذي شخصياً راني يدفعها بقوة تخيل معايا في هذي السبع سنين ونص الحياة الاجتماعية تاعي قدي تضحي بيها أغلب الأوقات التاوي قدي تكون في استوديو مغلق إيماجيني كما راني نخرج لحشية نروح نتريني ولا نروح للدار مع العائلة وقع دونك كرة أطرت عليها نفسياً أكثر دونك هذا أمر ولا ضريبة لتدفعها الحياة الاجتماعية تاعي لتضحي بيها الحمد لله يعني الإنسان يحاول قدر الإمكان باش يكري كونتنت ما فيش هذ الغلطات لكن لكن إن قدرنا واخطأنا في هذا المجال سواء في الكونتنت تتاعنا ولا في أي مجال آخر نتمنى خوتي تبدلوا هذا النظر لأن الإنسان يبقى إنسان بالغلطة تتوقع يسي باش يمد أفضل نسخة هذي ضربة واخترة صحيح خوتي الحمد لله يعني كما قلت لكم الإنسان يسي الماكسيموم ونسي نفيد فليقى الأخطاء اللي يسروا في القناة على بها إي فيتي الماكسيموم ولكن الخطأ وارد واش غادي تشوفوا مستقبلا في ديزيت كوميونيتي كما قلت لكم غادي يكونوا فيديو هات شهرية أو فيديو كل 15 يوم بسكو هذا قرار ديته هو ريس كما قلت لكم لكن إن شاء الله نكون في حسن ظنكم يعني غادي نقصي نزيد نركز على الـ Quality Content ما ديش يكون Quantity Quantity صح في بعض الحيان مفيد لكن ما نش في وقت خوتي مثلا تخويل أزيز كنت قارن محتوى بقنوات أخرى عالمية على سبيل مثال قناة Line is Tech Tips قناة أكبر قناة تقنية في الهاردور على ما أظن يقدر ينزل كل يوم فيديو يقدر ينزل حرفيا كل يوم فيديو علش بسكو السيد عنده تيم تيم خاص تيم خاص بالسكريبت يكتب لها الفيديويات تيم خاص بالأوديو ديزاين تيم خاص بالفيديوغرافي تيم خاص بالإديتينج هو شي يجي يجي يلقي سكريبت ويخرج وكذية المهمة تاعه كشغل ولا يجيري ولا كشغل المقدم تحص تبقى كما هاك مي الاختلاف كما نقول لك علش أنا ننكري فيديوتك كل 15 يوم دير في حسابك ولا كل شهر كل شي راني نديره من كتابة تصوير الفيديوهات التقديم الأوديو ديزاين الفيديو إيديتينج كل هذا الأمور يعني على بيها راني نطول باش ننكري محتوى نتمنى باش تتفهم هذا الأمور وكما قلن قد نسي نكمل عهد الواتيرة وإن شاء الله يعني كما قلن نكون في حسن ظنيكم فيما يخص السبونسورين والريفيوش كيفاش غالي نتعامل معهم ولا كيفاش راني نتعامل معهم حاليا الريفيوش سخوتي تكون بهذه الطريقة السياسة تكون عادة مختلفة عن السبونسورين وين نقدر بالبروداكت يصنم عن شركة معينة نصوره ونضير عليه بنشبارك ونمد رأي صريح فيه إلى غير ذلك وننزلها في الوقت اللي نحب وندير فيه الشي اللي راني باقي بسكو هذا ريفيو صحيح ريفيو ما نكونش خالص عليه أغرب الأحيان ريفيو يمدوا لقطعات ديها ومرات تاني تردها إذا كانت القطعة غالية على سبيل المثال لكن السبونسورين سبونسورين يختلف نكون خالص عليه سبونسورين هذه أول حاجة باش نكون صريح معكم وسبونسورين نتكلم على حاجة بعينة في وسط الفيديو نقول لك كان إعلان هذا الفيديو سبونسورد من كذا وكذا وكان مشكل يعاني منها مش غيرانا يعاني منها أغلب اليوتيوبرز تع شمال إفريقيا وبالأخص الجزائر المشكل تاع بطاقة والبطاقة البنكية مهمة جدا هذي ناس كامل يعانوا منها في القوتي تعال تخيل معي حتى في سنة الفين وربع وشرين ما زال ملقيناش بطاقة اللي تساعدنا قاعد دول العربية عندهم بطاقات ائتمانية ليفعلوا البايبال يشروبهم نورمال من لنترنات إلى هذا لكن حنا في الوقت الحالي ما زال ننتبه هيا بايسيرا ها بلعوا بايسيرا رحنا الوايز بلعوا وايز امشي البيبل البيبل رح الريضوت باي ماذا تلقى مشكل هذي بلي مشي كرديت كارد ومشي ديبيت كارد هذي بري بايت كارد اللي تقدر تشري بها من نترنات بصان ما تقدرش ترسوفي بها في البايبال يعني حتى في سنة الفين وعشرين ما زال نتصل بأحد الأصدقاء اللي عايش في فرنسا كينس حق يرسلوا لي عنده نقول لها يطيني البايبال تاعة اموجيني تتخيل هذا موضوع واحدة ما زال ما قلنا لحال النوع الثاني تاع سبونسورين يجي شوب يقول لك انا باقي كذا وكذا اسكو تقدر ديلي وصراحة راني ننفيز اغلب العروض اللي رانجيني في الجزائر علاش بس ما هيش بديك التاعب اللي راني لنال أخوتي ديف أغلب الفيديو اللي شتوهم مؤخرا كنت نشري القيطاع يقول لك مثلا اسكو ديلي فيديو فلاني ومنا وتركب تجميع من المحل تاعي ومنا وفي الاخير تعرض باللي هدا القيطاع رها من المحل تاعي هذي العقليات سبونسورين أغلب الاحيان راني نرفض هاد الأوروض بسبب الـ برايس اخوتي ما نكذبش عليكم بس كراني في مرحلة شوية متقدمة ما نقدرش اخوتي اخوتي انت تتعب وتنفذ وقع ما دا يتعرض عليك بري اللي ما يستهل جاء بس كنت رك مضحب أمور باش وصلت هاد المرحلة هذي باش نكون صارح معكم مستقبري هاد المرة كنت نتكلم مع كليك أنفرماتيك لنحيي من هذا المنبر على كل حال ان شاء الله غد يكون في وعد سيريات الفيديو يكون سبونسور من كليك انفرماتيك معنى هاد يكون سبونسور الفيديو المعين علش خيار تكليك وما خيار اخرين بس ك على حسب المزايا اللي قدم هم لك واش هي المزايا تكليك بحيث قدم لي الحرية باش نخير المنتجات ونكري content مثلا نخير قطع من shop ونكري build مناسبة لوقت معين تتناسب معكم على سبيل المثال يعني خفف علي الضغط باش كما قلت لكم سابقا كنت نشر القطع باش نقدر نوف لكم هذا المحتوى طبق هذا هو الاختلاف لي خليه للحرية وصراحة كنت كلمت معاه قلت لها حتى سبونسور يكون بكل شفافية يعني سبونسور بعقلية ريفيو معتا ايدا ما عجبتني اش حاجة نقول ما عجبتني اش حاجة وبيقول صراحة يعني كان موافق العمر هو قللي بروحي مادة به وهذا الامر يعجبني صراحة باش نكونوا صراحين وصراحة المهم وحدا فيه هذا فيما يخفص السبونسورين والريفيوز المهم بخوتي لباتري طاحت باش نسيد باش نشارج الكاميرا البارح المهم ما يهمناش نسيد روحي مين كنت نظر بللي كنا في السبونسورين والريفيوز نظر بللي كملت معاهم جسبر عرفت العقلية سبونسورين والريفيوز كيف تتمشى على الاقل مع ديزة كميونيتي والشركات خوتي مع الشركات الكبرى في عالم التقنية نحكي في المجال تايي ما نبالي مجال هذي يكون أصعب بمرتين إلى ثلاثة مرات كنقارنو مع محتوى في الشرق الأوسط هذي صراحة نولفت نشوفها في المنتجات قبل ما تكون في الشراكات في الكولابس مثلا انت معالجات خرجوا من انتل ولا رايزن باش يدخلوا للجزائر بصفة خاصة ولا في شمال افريق بصفة عامة يدي وقت انا كصانية محتوى في الشمال افريقيا وفي الجزائر بالاخص جيني قطعة ليكونوا الناس هذرو عليها قبل باربع شهر ما يعين مهيش تحصروعك باللي تارك second wave ولا third wave وهذي كشغول سمعتها مع الناس لي خدموا في المجال باللي الجزائر معدودة third wave ولا second wave فيما يخص المنتجات ولا الإطلاقات ولا أنا ما يعطوني ذلك الأهمية كشخص وخذ أخر في Middle East هذي يعني نوضح بعض الأمور هذ الأمر سواء يخصني أنا ولا كامل تقنيين اللي لهم هنا في الجزائر أنا ولا النظر تيك توبر ولا تيك جيم بوكس أنا بنفس المشكل هذو إن شاء الله يعني تسجد في المستقبل إن شاء الله طامعين كما أقول لك آميلينا في ذلك أرمو يخوتي كملت مع هذرا هذه العقلية تقوم سبونسورينج والريديوز باختصار يعني مانيش عرف لشفتو كذلك في الانستغرام وعيد السمول بزنس رالين لون سيت هال الهوديز ولي تي شير تعل يزاني عندهم علاقة بالانيمي سميتها جول تي شير كريتها وكريت تعبت كريتها قدرت حاجة شوية سبيسيال جي سبر تكونوا شفتوها هاكو عندها علاقة تكشو الحاجة السيني ماتيك ماتيك ولون سيتها مع جماعة أصحابي زوج كراها بلون سيت لكم الابدائت سلي شرا يسرم في الوقت الحالي و بعد نتكلم عليها في موضوع آخر بس خاص نزيد نكري هنا في القناة ولا في عفس أخر وفي ما يخص الفيوتشر كونتنت اللي غدي يكون هنا بإذن الله هذه نركز على الـ كواليتي الفيديو تعل الـ بيسي بيلت غدي يكون هم الرئيسيين عندهم تجميعات هي تكون المحتوى الرئيسي في القناة كالعادة لكن غدي يكون بقالب مختلف مش نجي عندك نو ندي لك ريفيو تجميع أي وصي يكون حاجة سبيسيال تفرج وتستمتع وتستفات تشوف كيف نبني بطريقة مختلفة يعني بحاجة سينيماتيك يعني كشورك تفرج حاجة كما شفتهم في المحتوى السابق تلات فيديوه الآخرين مهم جسبر فهمتوني ويمكن يكون كذلك فيه كونتنت جديد خاص بالأوديو فيزيال السمعي البصري كل ما يتعلق بالكاميرات الأوديو إلى غير ذلك يمكن نزيد نضيفها في القناة لكن يتطلب وقت إن شاء الله على حساب والحساب لن يخمم أي إضافة أخرى نزيدها في المستقبل القريب إن شاء الله بس كل هدف الرئيسي من اللي كريت القناة سميتها ديزيت كميونيتي على أساس أنه منتدى تشباب جزائريين بغين كريو كونتنت كشول متنوى عندها نيش واحد لكن متنوى بس كتاك عندها بزاف صوالح نيش مخصص بالبيلت بي سيز كل ما يتعلق بالبي سي نيش مخصص بالهواتف نيش مخصص بالاوديو فيزيال السمعي البصري كاميرات أوديو ونيش مخصص بالجيمي تولي منصة متكاملة هذا هو الهدف صعب من أجل التنفيذ بس كما رانيش في الموقف اللي نقدر نوضف ناس ويجي تشغل البرنامج يكون تحت رعاية الديز كميونيتي مرانيش في هذا المستوى تماما ناني بعيد كل البعد بس كما كانش دخل من اليوتيوب خوتي اليوتيوب الجزائري ما يخلصك إماجيني كاتل ما باش تخلك 70 دولار ويجدير بها 70 دولار لونك على بها نركز على الاسبونسورينج في أغلب بالأحيان سيبون خوتي هذا باش نكون صريح معكم يمكن اذا افتعلينا الله عز وجل تشوفوا هذا الشي في ديز كميونيتي يمكن المهم ترنا راه جاي جاسوا سوا مع نهاية الفيديو تحياتي لكم خوتينا لوصلوا لهذا النقطة بالضبط ونتمنى باش يكون عجبكم هذا الفيديو العفوي اللي تكلمنا فيه بكل شفافية كنت شفاف خوتي المهم اذا عندك اضافة اخرى نتمنى تكتبها هنا في بكانة الثلغات اذا رك حاب تشوف محتوى معين لنقدر نديره بشغل مناسب كتبها هنا في بكانة الثلغات مدابية تشاركونا افكاركم تحياتي لكم اينما كنتم والسلام عليكم